موسيقى ومومي لقضايا عامة تهم المجتمع المغربي ونحن نعي أن المرحلة الحالية تتسيم بانتشار تواصل فردي عبر الفضاء الرقمي وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وأننا بسبب ذلك وربما لتفادي المنزلقات والسلبيات هذا التواصل الفردي يجب أن نتوجه كذلك إلى نوع من التواصل الجماعي لأن الدكاء الجماعي في نهاية المطاف هو الذي يستطيع أن ينتج أفكارا ومشاريعا للمستقبل والأهم في هذا النقاش لسا فقط النقاش ولكن إبراز ما هي المصالح العامة التي يمكن أن نساهم في حمايتها وأن ندافع عنها من خلال هذا النقاش فهو ليس نقاشا في غرفة مغلقة لكن هو تفاعل مع ما يجري في المجتمع وطموح في أن نتوصل من خلال هذه المساهمة المشتركة أن نتوصل إلى مشاركة أيضا في الفعل المدافع عن المصلحة العليا وعن القضايا التي استلتروا بإتمام المواطني سيكون نقاشنا كما اتفقنا في المرة السابقة نقاشا دوريا كل شهرين أو ثلاث أشهر حول موضوع نتفق حوله مسبقا وفي نفس الوقت من الممكن أن نثير بيننا نقاش عن أشياء طارئة أو عن وضعيات نعاينها في حياتنا اليومية ويمكن أن نجعل منها مادة لنقاشنا في هذا النادي المهم في مقاربتنا هو أن نتوخ التعددية واختلاف وجهة النظر لأننا نؤمن أن صنع أفكار ومشاريع لا يتأتى بطريقة سوية إلا إذا كان هناك تلاقح بين عائلات فكرية وسياسية مختلفة وبين اتجاهات متعددة اخترنا كما وقد كنتم شراكاء في ذلك اخترنا أن نخصص موضوع هذه الحلقة اليوم لظاهرة الاحتجاجات وتعثور الآليات التقليدية للوساطة المؤسساتية ومن الممكن طبعاً مقاربة هذه الظاهرة من خلال معاينة بعض المفارقات المفارقة الأولى تحيلنا إلى التحول النوعي الذي نلمسه في جميع الأنظمة الديمقراطية وهو تحول في القواعد المنظمة للعلاقة بين المحكومين والحاكمين والذي أدى إلى ما يسمى اليوم في هذه الديمقراطيات بأزمة الديمقراطية التمثيلية بحيث نرى أن هذه الديمقراطية الليبرالية تخترقها من حين لآخر توترات واهتزازات واحتقان داخلي لم تعد تنفع معه الأساليب التقليدية لاحتواء الأزمات وذلك في جل الدول الديمقراطية بما في ذلك تلك الدول التي لها ثقافة توافق متجدرة ومن تداعيات أبعادها التحول نرى أن هناك تعدد القواعد المؤسسة للمشروعية التمثيلية التي لم يعد ممكن اختزالها في جانبها الانتخابي التمثيلي فقط بل تتعدد ذلك إلى إدخال آليات تشاركية أخرى نرى أن هناك ضرورة لتجديد المستمر للثقة بما في ذلك التقاء المنبنية على صندوق الاقتراع جديد مستمر لاتقاء استناد إلى آليات وممارسات من قبيل المراك المراسد وآليات الرقابة والياقضة والتشاور إلى آخر ذلك المفارقة التانية تتعلق بقطاع التعليم الذي شهد هذه الأزمة في الشهور الآخرة فالملفت للانتباه هو أن هذا القطاع يحظى بتأطير مؤسسات للتشاور أكثر من أي قطاع آخر حيث هناك أولا إجماع حول رؤية استراتيجية لإصلاح القطاع تستند إلى مثاق يجسد التوافق بين الأطراف ثم قانون إطار تم تصويت عليه في مجلس النواب ومجلس أعلى كمؤسسة دستورية بعبارة أخرى هناك ترسان من القوانين والمؤسسات والتي تؤسس لفضاء حوار وتفاعل بين الفاعلين يوفر مبدائيا شروط العمل الأفقي للنهوض بأوضاع القطاع وتجنب أي أزمة احتقان من النوع الذي شهدناه في الفترة السابقة والمفارقة الثالثة والآخرة تسائل الوظيفة التنفيذية للحكومة وقدرتها على بالورة منظور عملي للمصلحة العامة في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبالتالي تمرير إصلاحات المنتدرات تحت هذا العنوان إذن في إطار هذه المفارقات نحاول أن نلجى إلى نقاش مشترك بيننا فيما يخص هذه الضائرة ضائرة الاحتجاجات وتعطر الآلية التقليدية للوساطة المؤسستية وحتى نقترب أكثر من الإشكالات المرتبطة بهذه القضية طالبنا من صديقنا وعضو هذا النادي الأستاذ بلال تليدي أن يقدم لنا في أقل من ربع ساعة إذا أمكن هذا الموضوع ثم نمر فيما بعد إلى نقاش عام وبعد ذلك يمكن أن نعود في نهاية المطاف إلى اقتراحات لكل واحد منا في محاولة لتلخيص آرائه أو تدخله في الموضوع لأننا نحاول لأننا نسجل لقاء برمته ولكن لن نمرره كاملا من الآن سنحاول الاشتغال عليه من خلال تدخلاتكم ومن خلال الدقيقة الأخيرة التي سنعطيها لكل واحد منكم لتلخيص أفكاري في الموضوع أشكركم وعطي الكلمة لأستاذ بلاد تليدي بسم الله الرحمن الرحيم يعني العرض الذي سأقدم بين أيديكم هو التنسيقيات الاحتجاجية الخصائص والأدوار والدللات في هذا العرض هذا سأحاول أن أتناول لماذا دراسة التنسيقيات تركيب السوسيولوجية الأبعاد التواصلية الأبعاد التنظيمية التسييس في الفعل الاحتجاجي للتنسيقيات عناصر القوة في الخطاب وعناصر الضحف طبعا أنا اعتمد جدي المنهجيات المنهجية الأولى هي العمل الميداني السوسيولوجي استقاء المعلومات من لوتارا والمنهجية التانية هي دراسة الخطاب خلال البيانات وخلال المواد التواصلية ما الجديد الذي تحمله التنسيقيات وما الأثر الذي أحدثته هما التحدي الذي تمثله ديسبتي إلي سأقف على أربعة عناصر أساسية أولا هالتنسيقيات خاصة واحد الاحتجاج متد لأكثر من ثلاثة أشهر ووصل إلى مستوى أنه يهدد السنة الدراسية وهذا الشكل الاحتجاجي العام ربما لم يكن مسوقها من قبل أنها هيئات احتجاجية غير مؤسسية ومع ذلك هي منت بشكل كامل على المؤسسات التعليمية وكشفت العجز ديال أنظمة الوساطة التقليدية أن الحكومات ورغم الاتفاقيات المتتالية لم تنجح في أن تخاطب فئة الأساتيدة لأن هالتنسيقيات استطعت ما أمكن تأطرهم وبالتالي وقع عجز في هذا المستوى والنقطة الرابعة أن هذا الفعل الاحتجاج الجديد أعاد طرح سؤال جدوى أنظمة الوساطة تقليدية بالنسبة للتركيبة السوسيولوجية سنتوقف على ثلاثة العناصر الأساسية العنصر الأول ما نطول فيه بزاف هو الطابع الفئوي هالتنسيقيات هذه كل فئة كان فئات متعددة وداخل كل فئة كان واحد نوع من الفرز بحسب الإشكاليات وبالتالي هذا شيء معروف الأساتيدة المتصرفين دكاتيرا لكل إشكالين تنسيقيته الجانب الثاني بالنسبة المهم جدا هو الطبيعة الهرمية المرينة للبناء الديمقراطي تنسيقية بواحد شكل ديمقراطي عفوي مرين يبدأ من الحلقة الأولية المؤسسة ومن بعد يمشي الإقلي ومن بعد الجهة ومن بعد المركز وطبع الحال هذه الاتخابات تكون بواحد شكل عفوي وليس بذلك شكل اللي كان عرفوها بالصناديق ولكن مع ذلك لا يسجل وطعنون عليه المستوى التالي هو الطبيعة المصلحية والبراغماتية لهذه التنسيقية لأن هذه التنسيقيات يعني تجمعها مصالح مصالح هذه الفئات وهي تسعى إلى أن تحقيق أكبر قدرين من هذه المصالح بالنسبة لل الأبعاد التواصلية لهذه التنسيقيات ينبغي أن نلاحظ أن هذه التنسيقيات في الأصل عندها واحدة هيئة قاعدية تتخذ من المؤسسة سنوات الإنطلاق وهذه القاعدة هذه هي دائمة الإنعقاد ومفتوحة على كل الأساتذة نقطة ثانية أن التواصل يتم بشكل مباشر face to face أو لكي تم بشكل 24 ساعة 24 ساعة خلال عبر منصات تواصل اجتماعي أنها تتعتمد مفهوم التشبيك الواسع دي المجموعة التواصلية داخل الإقليم داخل الجهة وكتعتمد مضامين مكتوبة وصوتية ومرئية وكتعتمد على هذا نقطة الرابعة هي كتبنا مقاربة الوصم شنية الوصم في حق غير المضربين وكتستعملاتها في عملية دي التواصل كي وصفوه غير المضربين بأوصاف قدحية تدفع الكثير منهم إما التحق بالنضال أو العزل الكامل من بين الوظائف التواصلية ناك تكرس بشكل قوي جدا المسافة مع الإدارة بمختلف مكوناتها حتى باشتأمن الحركية النضالية كين حضور مستوى عالي من الحضر مما يسمى بالذوباب الإلكتروني والنقطة الرابعة وهذه مهمة جدا وحضور إعلامي قوي ومكثف وترويج مكثف لكل مواد تنسيق واعتماد من فهوم تأثير في الانتقاء والترويج بدلا من فهوم الرمز ماشي كان مشي وعند الرمز هو اللي كان كان نشره للمواد دياله ولكنه خيكون شي واحد غير معروف انتج شي ماد داو ذاك المادة مؤترة هذي كي ياللي كتحضى بالاهتمام الأبعاد التنظيمية النموذج الديمقراطي العفوي تعتمد تنسيقية نواد القاعدية في بناء التنظيم المؤسسة كتعتمد الانتخاب في بناء هياكلها القاعدية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية تعتمد تعتمد مفهوم الزوجية في المسؤولية شنو هي الزوجية كيكون ممثل ديال الرجال تعليم وممثل ديالنساء تعليم دايما عندهم أجوج في كل مؤسسة كي ممثل ومثلة وهذا كيضمن أوسع قدر من الانضباط القيادة والفاعلية في الاستقطاب تيتبنى مفهوم التداول من القاعدة القيادة دايما كين عملية التداول الفيت باك دك شي كيمشي دك شي كيرجع دك شي كيمشي كيرجع والقرار كيكون فيه واحد الانضباط للقرار الديمقراطي تتبنى واحد نسبيا الشفافية في إدارة عملية التداول كينشر نتائج تصويت داخل المؤسسة والإقليم والجهو والمركز كيديرو تصويت وكيدنشره وكيدتعطى السنتاز في الأخر وكيد إنفتاح على المنتسبين إلى النقابات وإدماجهم حتى في الهياكل الجهوية والإقليمية الناس من النقابات طبعا النقابات عندها استراتيجيت تأتي كتبغيت صيفة الناس ديالها تأتي يعني كتكون عملية مزدوجة كوك تنسيقية والتسيوس كان أربعة عناصر مهمات طرحوا البعد السياسي في سلوك التنسيقية القطة الأولى أن الجامعة الوطنية التعليم وهي الجناح الديمقراطي التي سيطروا عليها التي هي من عليها القاعدين هذو أكثر قربا من التنسيقيات ومشي كلها مشي كلها ولكن واحد العدد كبير ربما 17 التنسيقية أن عددا مهما منسؤولي النقابة التقليدية منخارطة في التنسيقيات وتتصدر بعض المسؤوليات خاصة في المكاتب التنسيقيات الإقليمية والجهوية وده ستاويت أنطرحوا عليه التساؤل أن الخطاب الذي يوجه الفعل الاحتجاجي يحمله مضمونا سياسيا ولا يقتصر على البعد المطلابي عدم توفر التنسيقيات على صفة تمتيلية يدفعها للاقتراب البراغماتي من النقابات التي تتبنى من الفعل المطلابي إن هذا ربعا العناصر تجدنا واحد الاستنتاج مهم وأنه كان فرق كبير بين التحكم في هذه التنسيقيات وبين أنها يعني ما يقوله واحد تيارات تتحكم في هذه التنسيقيات وكان توجه حكم آخر وأن التنسيقيات تتبنى واحد المقاربة مرينة براغماتية تتقترب من النقابات وكتتمر الصيفة تمتيلية وفي نفس الوقت تتمر العلاقات بواحد شكل بأهداف مزدوجة مرة تتوصل لها المطالب ومرة تتستعملها بش تجهز عليها على شرعيتها لكي تبنيها وتعيد تأسيس شرعيتها وكي انتفاوت في تسجيل الطابع الاستقلالي لهذه التنسيقيات تنسيقيات مستقلة بدرجة عالية بحل التنسيقية ديال التنوي وكي انتنسيقيات أخرى يعني بحسب قربها أو بعدها من التيارات السياسية وبشكل خاص الجامعة ديال هذا وبعض الجامعة ديال الجامعة ديال الجناح الديمقراطي الجامعة الوطنية إذن من خلال تحليل الخطاب ديال ديال وحد العين كبيرة جدا من البيانات تبيل لي ان هذة تنسيقيات تتميز بسبعات ديال العناصر القوة وديال تأثير نقطة اللولة انها حديثة انها حديثة لا تحمل اي رصيد النضالي سلبي على غرار المركزية النقابية التي ادارت في السنوات الاخيرة الحوار مع السلطة وابرمت عدد الالتزام بعدد منها من هذة جاية تبدو عندها واحد نوع من الجاذبية النقطة التانية انها نقدية انها قامت اصلا على انقاذ الشرعية المنقوصة او المعدومة لبعض المركزيات النقابية وتجعل من هذة النقطة المادة ديالها التعبوية وتتهم النقابات بانها متوطأ مع السلطة وكتفرط مطالب رجال تعليم مقابلة منافع شخصية وتحرير يعني ما كانش رمز نقابي الا ويمارس ضده الوصب بانه بايع شاري انها مستقلة عن الاحزاب والنقابات ومتحررة في صقفها المطلبية وفي برنامج النضال وايضا في شكل ادارتها المباشر او غير المباشر للتفاوض عبر لوب الضغط الذي تمتله الملاحظة الرابعة انها اي انها تفتح ابوابها للجميع ابوابها للجميع بما في ذلك المتحزبين والمتنقبين الى كناد الاصطلاح صحيح ما عنداش مشكل النقطة الرابعة الخامسة انها تتمتع ببناء انهارامي ديمقراطي عفاوي ادارة شرحناه وركزنا على انها التنظيم ذات يستعمل بحد درجة عالية فيهم المناصفة فيهم المناصفة يعني ما عندوش هو مشكل في هذا المفهم ديال المناصفة انها تتمتع بقدرات تواصلية هائلة على المستوى الداخل انا غا نفرق ما بين كيفاش كتعب الداخل وكيفاش كتتواصل مع الخارج احنا كنا نضروع للتعبئ الداخلية قوية جدا ولكن غادي نشوفه في نقاط ضعف انها في التواصل الخارجي كنقع واحدة الدوب النقطة السابعة انها تمثل بانها تمثل بضغط وهذا كيمس الوظيفة ديالها لانها ليست تنظيم النقابي وفي الوقت داتي لا تلح على مطلب التمثيل في الحوار بقدر ما تراهن على قوى الضغط طبعا هذا النقطة ذي غا تولي اشكال لانه يقع واحد الفرز ما بين في التنظيم في هذه الهيئات لانه كينا بعض نوصله للمستوى غا تولي بعض الجهات في القيادة غا تبغي تحول من له في ضغط الى طالبة للتمتدية غا تتمتدية اخر نقطة اللي غا تنقشها هي العناصر ديال الطعب في الخيطات رقم واحد عدم الوضوح الستراتيجي والطاكتيكي يعني هاد التنسيقيات ما تتفرز في الخيطات ديالها وعلى مستوى الملف المطلبي ديالها واحتاج المستوى الممارسة التاكتيكية ما بين الممكن وغير الممكن نهار الول رفعات المطلب كامل وبقات بنفس المطالب كاملة ما كانش لوفايفيان ما كانش هدا شكل واحد المشكل في واحد اللحظة من اللحظات نقطة الثانية وضع في التواصل الجماهيري كان مفارقة بقدر ما هي قوية في التواصل الداخلي بقدر ما هي وفي مرحلات متأخرة تبتلت واحد العجز تواصلي وإعلامي مع النخب خصوصا مع الأسار لأنه المجل الاتفاق ديالعشرة ديجنبير الاتفاق ديال 26 كان عند واحد نوع من الجاذيبية الأسار بدأت تقول واذو ما لهم ارا صافح قول يوم مطالب ديالهم ما كانش ديك الساعة وحد الخيطة بتواصلي للتنسيقيات مع نخب ديال الخارج بل حتى مع جزء من نخب الداخلي ثم عدم الوعي بالوظائف والأدوار واشهد الحركة تبحث عن التمثيلية والحوار مع السلطة ما أنه مجرد لو بضغط تتتتتتوفر الأرضية باش تضغط على النقابات المزيد من الحوار مع السلطة باش تنتزع مطالب أكتر هذا الإشكال هذا سيفجر ها في واحد المستوى متأخر نقطة الرابعة عدم الوعي بحدود الخيطة الشعبوي لأن الخيطة الشعبوي في الممارسة للتنسيقية كان ضروري في المراحل الأولى لأنه كانت عند وظيفة تعبوية واستقطابية ولكن لما جاءت الاتفاقات ولا الإغراء فالخيطة الشعبوي لا يبقى مقبول وبالتالي يقول والناس يقلبوه على الحجة وعلى المناقشة دي الاتفاق وشنه الحجاج وبالتالي استمرار هذا الخيطة الشعبوي ما كانش ما كانش مفيد بالنسبة لهذا النقطة الخامسة هي منط الطابع الطوباوي على النضال لأنه شفنا في بعض الخيطابات في بعض المواد التواصلية واحد العملية شبيه كبير وقعات ما بين نضال دي الاساسيدة وما بين نضال دي الحماس في فلسطين وكيفاش صمود دي الحماس وكيفاش نصمدوه وكيفاش وخانو نوصلو للجوع وخصنا نوصلوه فواحد العداد من المواد التواصلية كانت شي كي تستعمل بشكل قوي جدا نقطة السادسة يضع في الخبرة في إدارة المعارك النضالية وهذا وضاح بشكل كبير جدا لما بشكل خاص في الاتفاق دي الاتفاق الأخير لأنه في الاتفاق الأخير تبين لأنه القدرة على التفاعل مع المستجدات كانت ضعيفة بشكل كبير إلى درجة أنها فقدت حتى الداخل داخل دي القواعد دي لم تستطع أن مبقاش عندها القدرة التواصلية والقدرة الفكرية لأنها وقع نوع من الإغراء دي القواعد وبالتالي وقع لها مشكلة النقطة الأخيرة وهو هي عدم الوعي بخبرة الدولة في الحوار وتفكيك الهيئات الاحتجاجية ولأنه هات تلتشهور كله كبيرة جداً في إدارة الملف عدد من الاستقالات عدد من يعني هاد التحولات اللي كانت كتقع لمستوى إدارة الملف من طرف الحكومة ولا الدولة ولا السلطة ولا الأجهزة احنا ما كهمناش مهمات شي مسمى واحد ما كانوش كيستوعبوها التحولات وبالتالي فوحد اللحظة معينة وقع نوع من الاغترار باستمرار النسب المرتفعة للإضراب وظنت هذه التنسيقيات بأن الكتلة الأستادية هي جاهزة في كل في كل لحظة وهذا اللي ادى الوحد نوع من الخيبة وفي الأخير غاد يلقوا بلأن احتدك البناء الديمقراطي في نفسه غاد يوقع فيه مشكل لأنه لما جاء الاتفاق دي 26 دجنبير كل الهيئات المؤسسات صوتات والأقاليم صوتات والجهات صوتات وخرج التقرير التقرير فيه لأنه خاصة تعلق الإضراب ومع ذلك المسكين بالقيادة ما بغوش يخرجوها التقرير وتعطلو لمدة أسبوع كامل تقريبا وعاد داروا واحد النوع من البيان اللي هو هاد شي كله واللي أظهر هاد البعد دي التسيوس على المستوى القيادة المركزية كنظن بلأن هذا والعرض ما نظن شوش تزوج للحدود ديك الله يجزيكم بخير شوكم جزيلا شكرا أستاذ بلال على عرض دقيق ومفصل واللي اعطاه ووجه كثير اللي ربما كانت غيبة علينا في الحديث عن هذه الاحتجاجات الاجتماعية كما قلنا في البداية أدين نمر الآن واحد نقاش عام أنا كنت أدين قبل أن خليه هو يسمع النقاش العام ومن بعد نطلب منه كفاعل في الميدان واللي طلقات كله نطلب منه واحد الشهد ذلك تفضلي خمس دقائق لكل أخو من بعد يمكننا نرجع تفضلي الأستاذ هذا في الحقيقة أنا ما استفت من العرض للأستاذ تليدي لأن أنا لم أكن متبعة كما يجب ولكن بعض النقاط وضحات لي التي كانت عندي في الحقيقة فيها أحكام قيمة كثرة ما عندي فيها معضيات دقيقة من ضمنها هذه القضية الأزمة الوساطة التسييس هذه التنسيقيات والعلاقة مع النقابات في الحقيقة اللي كان بيلي هو أنه كاين غياب التسييس كاين عدم القدرة على قراءة الوضع بشكل عام وعلى الاستفادة ربما من الفرص اللي تتاح وبتالي هذا عدم الوعي يقدر ينزل وبالا وعواقب وخيمة على التنسيقيات لأن على كل حال الدولة عندها دربة واسعة النقابات عندها تجربة كبيرة في الحوار الاجتماعي ولكن السؤال اللي كان عندي هو اللي تطرح مش حال هذي عندنا في المغرب هو النقابات هريمة وشاخات و باش نقول غير هكذا وما بقى قدرة تتمثل هذا الصوت دي الدفاع على المصالح القول المادية والشماعية عموما الأحزاب السياسية على كل حال نحن نعرف وضعها ولعل أقل التمثل اللي كان حولها وبالتالي كان متوقع وكان منتظر أن المجتمع المغربي ما غادي بقاش يحابس بشكل عام وفي قضايا محددة مدل قضايا التعليم بشكل خاص وهي اللي كان واضح أنه المجتمع المغربي غادي فرز حركات غايفر تعبيرات وغايفرزها بنواقسها غايفرزها بمحدوديتها غايفرزها بنقاط ضعف دياله ولكن أنا بالنسبة لي يعني كوحدة متبعا تنقول هذه مسألة إيجابية كيف ما كانت المحدودية ديال تعبيرات اللي غادي تخرج بهالطريقة كل بالنسبة لي إيجابية ولكن كيف تفكير فأنه أنه استثمارها فاستثمارها سيط ولكن كيف ممكن نفكره على أساس ما تضيعش كفرص لأنها على كل حال مهمة البناء جديد الحياة بشكل عام السياسية فعلقتها بقضايا محددة وأنا أعتقد أن قضية تعليم قضية تعليم هي قضية حساسة وقضية حيوية وقضية سياسية بشكل كبير ويمكن تكون هي المدخل اللي من شأن التفاعل فيه مع هذه تعبيرات الجديدة اللي فرزها المجتمع يعطينا إمكانات ديال 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 جديد أمر دينا شكرا أستاذ لطيفة وشكرا على التزام بالوقت سياسي عمر شكرا شكرا أستاذ تليدي على هذا العرض القييم اللي صراح أنا مجموعة من الأشياء حول طريقة تشغل هذه التنسيقيات وخانني بعيد على مجال اللقابي ولا المجال التعليمي أنا شفت شفت تبعت التفاعلات ديال رئيس الحكومة وديال أعضاء أخرين ديال الحكومة مع ما هو واقع آخر خرج كان ديال رئيس الحكومة اللي حاول بكل صراحة أنه يقلل من حجم من احتجاجات لأنه قال الدراسة لم توقفت توقفت بدعة أسابيع أعطى الأيام طب أيام ولي كان عرفو أن الدراسة لم تكن توقف الأسبوع كامل يقرؤوا مثلا اثنين بعد الساعة ويقرؤوا السبس بعد الساعة وليس لم تكن تسمى أسبوع كامل لكن عمليا كانوا خارجين من المدارس لمدة أربعة أو خمسة ديال الأسابيع فكانتواح المحاولة تقليل من الحجم ديال احتجاجات والمحاولة أيضا ديال نفي أن تكون الحكومة تعرضت لواحد الضغط من الشغيل التعليمية اللي جعلت أنها تستجب لهذاك المطالب ديال في حين كان واضح أن حكومة كان استجابة مباشرة لواحد الضغط كبير اللي شعر بها من طرف الشغيل التعليمية اللي كانت كانت طالب مجموعة ديال الحقوق واللي كان نمسو أيضا في هذاك اللي بدأت تأخذ مجموعة ديال الدرابات اللي قالت هنتو ما شفتو شغيل التعليمية كان لواحد مجموعة المكتسابات كين واحد التضخم كبير كيعيشو المغاربة كاملين فهذه فرصة أننا نطلب مجموعة ديال الأشياء اللي كان طلب من هذه سنوات وما كان استجابة من الدولة كانت واحد خطوات أيضا أنا صار حاجتني من طرف الممتلين الوزارة الداخلية من طرف الولاة والعمال الجمعيات ذي الأباء الاجتماعات قالوا أن نطمئنوهم على السيانة الدراسية أنا كنت سأل شنو الدور ذي الوزارة الداخلية في هذا شنو الجبل هذي الوزارة الداخلية قد دخل في التعليم هذه سابقة يمكن في الخافاء ولكن هذا كان بالعالم كانوا اجتماعات معروفة مع أولياء و جميعيات الأباء أنا التساؤل اللي عندي بالنسبة للتنسيقيات هو دولك التعامل اليوم مع نقابات واحد الإطار المؤسسي النقابات الأكثر تمثيلية في إطار حوار ارتماعي في إطار التنسيقيات عارفين هذي السؤال اليوم وعليش هذه التنسيقيات هذو ما تبغاش تدخل الإطار المؤسسي لش ما تشارك في انتخابات دي اللي جانتون يباش تكون عندها واحد حضور 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 فعلي في المفاوضات وفي النقاش مع حكومة هذا المطالب الاجتماعي فربما أنك نشاف واحد مجموعة دي الأعطاب ومكامل الخلال في الاشتغال دي النقابات ما كان نشوف هذة نسيقيات هذو يشتغلوا بواحد طريقة جديدة اليوم أن نفهمنا أنه عندما طريقة اشتغال وفيها ابتكار وفيها مستوى جد كبير من الديمقراطية فما نظنش أن هذة غير منعهم ولا كانت سائل اليوم ما لن يمنعهم أنهم يدخلوا في واحد إطار مؤسسي اللي يعطيهم واحد حضور قوي وإلا بالصح عندهم واحد حضور عند التشغيل التعليمية فممكن هذه النقابات غير ما يبقوش ونعوضهم بهذا بات نسيقيات إلا تكون في واحد إطار ديال النقابات فأنا كانت منى لأن في الديمقراطية ماشي لابدة يكون لدينا نفس النمط ديال الاشتغال نقابات وطريقة تمتيلية ما كان هنا نشوفه واحد جديد بتيكار حتى في العمل النقابي وفي العمل السياسي اللي يخلي الصوت ديال الشغيل يسمع بواحد الشكل شفاف وديمقراطي شكرا المجموعة المعطاية القيمة اللي فتنا بها تنظن عد الأزمة الأزمة الوساطة تنظن هو مديدة مديدة للأزمة اللي لمسناها أول مرة في الحراك ذي الريف اللي كانت الدولة يعني فشلت في حتي هو الحراك وكان جسد ذات العبارة ذي الوحد صياد الحوت كانت لجنة وزارية وبرئاسة سيد أخدوش كان أنا ذاك وزر الفلاحة وكان مشا الوي وكان أنا ذاك وزر الفلاحة وكان نتقل رفقة واحد اللجنة باش ياخذوا المطارب المواطنين ساكنة الحسيمة وكان ذاك ساعة كان جاوب واحد صايد الحوز قال لي عندي بلوقت وبقينا نتابع ذاك المراحل للحراك وحراك سلمي مطالب اجتماعية مشروعة وكان حتى لمسنا واحد يعني واحد إبداع في طرق الاحتجاج والدولة ما كانت عندها لنوايا دون يضخفان ذاك درجة أنه وصلنا لذاك الأحكام القاسية اللي حكم على النشاطة وضرت الدولة أنها باشتمنع انتشار رقعات أولاة وصع رقعات الاحتجاج أنها تلجأ السياسة ديل الترعيب وديل القمع وكل مشوضح هي ديل المشاط الريف ولكن في نفس الوقت لمسنا رغبة ديل الدولة في مخيارات في مصار الحاكمة الجيئة لمسنا هاد رغبة ديل الدولة وفي نفس الوقت كين تناقوضات كين هاد الرغبة هاد اللي جلت في مضاير محاربة الفساد المالي وكين في نفس الوقت عاو تاني تكريس زواج المال والسلطة في تركيبة الحكم يعني كين رغبة ديل الدولة في تجاوز هال الاحتقان وغياب الصمامات الأمن وفي نفس الوقت تنقو بأن الدولة محاربة 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 وكذلك المسائل التي تنظر هذه المشكلة في الاحتجاجات للتعليم وإمتداد ضعف الدولة في احتواء هذه الحركة الاحتجاجية تسأل قدرة الدولة على التأقلم على الوضع الجديد في غياب هذه المؤسسات التمثيلية وتنظر الجانب الإيجابي في الأزمات هو أن الدولة تتضر إلا لا تريد أن تلجأ رسميا للسياسة القمعة وترهيب غير تلجأ المخيارات الفعلي والجدي في الحكام الجيدة يعني لا يوجد خيار وحد آخر من غير هذا في ظل غياب المؤسسات التمثيل الوساطة وشكرا أستاذ فاطمة أستاذ بيلال على هذا العرض في حقيقة شيك وباريخ في نفس الوقت يعني كتفتي في الخلاصات بشكل جميل يمكن التدخل ديالي سنتحدث على في حقيقة أزمة التعليم هي جزء من مشكل كبير في الوساطة يعني نحن الآن ماشي على المستوى المغربي على المستوى العالم نعيش هاد أزمة الوساطة على المستوى السياسي على مستوى التقافي والإعلامي يعني كأننا في إطار تحول أو نهاية الوساطة التقليديين أو الوساطة كما نقول الصلبين اللي كنا نتجأ لهم كمؤسسات قائمة الدات الآن أمام ما يسمى بالتقافة السائلة أو الوساطة العابرين اللي جوا مع التحولات الرقمية نقدر نقول بأن هاد أزمة الوساطة بدأت في لحظة الرابع العربي عشناها أو المسناها حنا في المغرب أو في المنطقة العربية يعني نقدر نقول هذه اللحظة كان ما قبلها وما بعدها هي اللحظة سياسية واحتجاجية كانت مفاجئة ومختلفة وجديدة في أدواتها الاحتجاجية وهي اللي خلات ربما الفاعل السياسي التقليدي أو الفاعل النقابي ما تفاعلش معها في اللحظة ديارها يعني ربما راتك الكونها لحظة سياسية مفاجئة من طرف شباب في إطار فعل احتجاجي جديد كما قلت حديث معنا ما عنده صوابق سيئة عنده صمعة أو نقي يعني كبداية كاحتجاج يعني في يغش ماشي بحال بعد البعنا الرمزي إذن هذا الفاعل الاحتجاجي الجديد من نيجا مثلا في السياق المغربي كان تخلف الفاعل السياسي والفاعل النقابي المتقف الإعلام المؤسساتي كان خوف من هذه اللحظة وربما في هذه اللحظة ولدت ولدت الأزمة أو سوء الفهم أو في هذا الارتباك هو اللي خلى الفاعلين تقليديين بدأوا فقدوا فقدنا فيهم ثقة أو فقدوا الميصداقية ديالهم وبدأ بدأ ينزل هذه الشعبية ديالهم عند الفئات الاحتجاجية الجديدة لتشكلات من طرف الشباب وربما لحظة رابع العربي بغض النظر على نهاية ديالها المأساوية هي أسات في العالم أسات الفعل أو أدوات أو طرق وأساليب احتجاجية جديدة هذه الأساليب الاحتجاجية الجديدة التي مثلتها مثلا التنسيقيات في إطار معيشنا في إضراب التعليم الذي كان نقشه هذا كان نموذج هي حركات أو يعني فعل احتجاجي نقطة قوته كما ذكرت هذا بعض نقاط القوة بعض الأحيان كتكون هي نقطة ضعف ديال كيف هي نقدر نوضح أكتر وأنها هي حركات احتجاجية كما قلت غير مسياسة في غالبها كتفتقد هذا الزعيم الملهم القائد كتفتقد البرنامج موحد هي حركات متحولة متغيرة مارينة منفتحة يمكن لها تكون عندها مطالب يعني معينة محددة يمكن هذا المطالب التوسع يمكن لها تبدل يمكن حتى نوصل للواحد تفاهم مع الفاعل مع السلطة ونرجع ونبدل إذن هي هذه القوة لها أنها مارينة منفتحة يمكن يعني أفقية يمكن لها تصوير الجميع ولكن في نفس الوقت مني كان بغو نجلس الطاولة الحوار كتولي هشة وسائلة يعني تنداتر لأنها ما عندهش برنامج قوي واضح وفيه مطالب الأهم فالأقل أهمية باش يمكن لنا نتفاوض إذن هنا فين نقاط الضعف ديالها وهنا في الفاعل أو السلطة فهمت هذا الضعف هنا فين كت تسيطر عليها أو تكسر الاحتجاج ديالها أو القوة ديالها إذن ما العمل ربما الهدف ديال الحوار هو شنو البديل أكيد حنا كنعيش وتحولات وهالتحولات كبر مننا وطيار كبير اللي خل الوسائل وصائل تحول أو المؤسسات الوسيطة تحول ولكن ما عندناش ما وجدناش حل لأن الفاعلين السياسيين والنقابيين كيخصومين نزلو من البرج العالي ديالهم وحتى هما يعني يكون تقارب ما بين هذه الحركات اللي جاية في إطار هذا نفس الاحتجاجي الجديد تهي تخل المؤسسات بشكل حديد ولكن حتى المؤسسات أو الوسطاء النقابيين أو السياسيين التقليديين حتى هم أخصوم ينزلو أو يبدلو الخطاب السياسي بشي قرب الهد ميزاج أو رؤية الشباب الجديد اللي شفناه في إطار الاحتجاج التعليم لأنه الشباب ولك النازل ماشي ناس الجيل آخر جيل جديد الآن هو رقم الصعب في مجموعة من المجالات كيخص نحنا نتغير أو المؤسسات التقليدية تغير لكي نلقى واحد تقارب من أجل تقافة احتجاجية جديدة ولكنها فاعلة وتحقق نتائج في نفس الوقت شكرا أستاذ يوسف بلال شكرا على هذا العرض القيم النقطة التي نبدأ بها النقطة الأساسية هي من منظور الدولة التناقض فيما يخص مقاربة مقاربة الدولة في معالجة أو كيفية التي تنظر بها إلى الوساطة وبالخصوص الوساطة لعندها مصداقية الوساطة الديمقراطية الوساطة القوية لأن من جهة ولحنا في الريف لحنا لما كانت احتجاجات حركات 20 فبراير أن من جهة تسعى إلى تقليص دور الاحتجاجات وأن يكون هناك نوع من امتصاص لهذه الاحتجاجات ومن جهة أخرى والانتخابات الأخيرة تدل على ذلك وهي مؤشر على هذا وأنها لا ترغب في التعامل وفي التعامل مع وساطة ديمقراطية قوية تمثل حقيقة فئة واسعة من المجتمع المغربي والتجربة ما بين 2011 إلى 2016 وفيما بعد كذلك هي تدل على ذلك فهناك تناقض وهناك طريقة تدبير الوساطة من طرف الدولة التي تسعى دائما أن يكون هناك وساطة كافية لامتصاص هذه الاحتجاجات ولكن في نفس الوقت تسعى إلى تقزيم وتحديد هذه الوساطة لأن هناك دائما خطر أن تكون هذه الوساطة أكثر من دورها وأكثر من حجمها وأكثر مما هو منتظر منها ولكن في طبيعة الحل فيها تناقض لأن كي تكون الوساطة فعالة وناجعة يجب أن تكون لها مصداقية وهذه المصداقية من أين تأتي تأتي من انتخابات شفافة وتأتي من مواقف جريئة ومن قدرة على الاحتجاج ومن قدرة على مخاطبات أصحاب السلطة الفعليين ف بالحض الآن استطعت دائما هذه مراكز القرار ومراكز السلطة أنها تدبر وعندها خبرة في تسيير هذه نوع من التوازنات في هذا يعني هذا بيت القصيد بالنسبة لهذه مراكز القرار ومقربتها السياسية ف إذن ما هو مطروح الآن هو فيما يخص هذه الأشكال الجديدة للاحتجاجات بحكم نوعية هذه الاحتجاجات بحد ذاتها ما كتشكل خطر لأنها غير مؤسساتية و كما تفضلت بطبيعتها الفئاوية ف ربما من منظور الدولة هي من السهل معالجتها لكن طبعا الحال الإشكال هو عندما يكون نوع من مضاعفة هذه أو أن تتراكم أشكال مختلفة لهذه الاحتجاجات الأفقية والغير المؤسساتية وغير المنظمة أو الغير المرتبطة بالأجسام المؤسساتية هنا وهو الإشكال الذي يكون هو طبعا الحال إذا كان هذا الحجم وتجربة لا الريف ولا العشرين فبراير بينات بأن ما هو منتظر من دول ربما لم ينجح في بعض الحالات الآن من منظور الفاعلين السياسيين والفاعلين النقابيين والمؤسسات التي عندها هذا الدور دير الوساطة السؤال التي تطرح هو أولا هل هناك تحليل لهذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من طرف فاعلين نقابيين وفاعلين سياسيين المؤسسات وشه هناك فقط يرون فقط في هذه الأشكال الجديدة فقط نوع من المنافس الذي سوف يمر ولن يكون يوم غد أو هناك يعني مقاربة في محاولة إعادة النظر في الأشكال العمل وكما كان يعني لما كانت احتجازة الشريف في براير أو لا احتجازة الرجيف في بعض الأحيان كان هناك عن بعض الفائلين السياسيين أن هناك الحاجة إلى تغيير آلية الاشتغال وتغيير وعواض أن ترى في هذه الحركات منافس أن يطرح السؤال كيف يمكن إدماج هذه الأشكال الجديدة هل مثلا بعض الألية العمال وطريقة لأن هذه التنصيقيات وهذه الأشكال الجديدة للعمل مؤشر لرغبة عند هذه الحركات الاحتجاجية في أن تكون جزء من القرار وأن تكون هي الفاعل فالسؤال المطروح هل بالنسبة للأحزب السياسية والنقابات وكل هذه المؤسسات البساطة هل في طريقة اشتغالها هل يمكن أن 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 تهيئ هذا الفضاء لاتخاذ القرارات والإشراك الفاعلين الغير المهنيين بالمعنى الغير المهنيين لا في المجل النقابي ولا في المجل السياسي يكون عندهم فقط واحد دور مؤقت أو فعل سياسي مؤقت أو فعل نقابي مؤقت لكن في مرحلة في بعض هذه المراحل أو مثل هذه المراحل أن يكون نوع من إشراك هؤلاء في طريقة استخد قرار وأن يكون نوع من أخذ ورد وربما هذا يمكن أن يساهم في تقوية المؤسسات التي تقوم بهذا الدور دور الوسطة سي عبد 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 شكرا 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 سي بيلال على العرض المركز والدقيق والقيم واللي صراحة يعني استفتنا خاصة فيما يتعلق بكيفية الشغل التنصيقيات وكيف اندلعت هذه الاحتجاجات ولكن لديها مجموعة من الأسئلة في الواقع التي بقيت ربما عالق يمكن في النقاش أو في المداخلات السيونس سمعوا لها ما هو سبب هذه الأزمة كيف اندلعت لماذا اندلعت هذه الاحتجاجات أصلا يعني السياق أو سبب النزول مشروع النظام الأساسي لرجال التعليم هل يتير كل هذا الغضب الذي يسفر في النهاية عن ثلاثة أشهر من تعطيل 80% من أبناء المغاربة من الولوج إلى تعليم 8% الذين يدرسون في المدرسة العمومية حوالي سبعة أو ثمانية الملايين ما هو السياق ما هو السبب رغم أن وجود ترسانة القانونية التي تضمن حوار دائم لدينا في القانون الإطار لجنة مركزية لتتبع ومواكبة تنزيل إصلاح التربية والتكوين يترأسها رئيس الحكومة من بغي أن تنعقد بشكل منتظم لم تجتمع إلى حدود الساعة ولا مرة واحدة ظروف إخراج النظام الأساسي لدينا أنا كنظن كنا فراغة يعني ما توقيت إخراج النظام الأساسي في بداية سنة دراسي رغم ما يمكن أن يتيره من إشكاليات دور النقابات هل تم استدراج النقابات هل تم استغفال النقابات ما هو الموقف الحقيقي للنقابات لأن كانت هناك تصريحات متضاربة كيف دبرت الحكومة الحوار مع النقابات سواء في شقه البداغوجي والتربوي أو في شقه المالي والاجتماعي كيف تعاملت أيضا النقابات بدورها هل كانت قابلة بمشروع النظام الأساسي أم لم تكن قابلة به لأنه في واحد اللحظة معينة لاحظنا بحال واحد نوع من تماهي بين خطاب النقابات وخطاب التنسيقيات بواحد اللحظة قبل 10 ديسمبر بحال واحد نوع من تحلل من انتفاق سابق أو لم يكن هناك اتفاق أصلا نظر نحن ندير واحد نقاش نعمر الفراغات كل باش بلنا الصورة كاملة لماذا عجزت الحكومة في استيعاب المطالب دي المضربين بشكل استباقي هل كان علينا أن ننتظر ثلاث أشهر لكي نستجيب لمطلب مثلا زيادة في الأجور علما أنه زيادة في الأجور هذا مطلب سابق والظروف للتضخم وكلا كل السدعي الالتفاق لكي نظر كان هذا مطلب حتى دي النقابة ولكن السؤال اللي أنا ما زال ما لقيت الجواب هو رغم الزيادة في الأجور واللي جا في الاتفاق دي العشر دجنبير وصرحت النقابات في وسائل الإعلام العمومية بأنه انتهى المشكيل واستمر تنسيقية في الاحتجاج يعني الناس ما فرحانين بالزيادة في الأجور وحتى من الأخير يعني حتى في الأخير كما قال سي بلال إلى حدود ساعة الناس ما فرحانين يعني ما كانوا يطمحون إلي علما أنه جميع المطالب تمت تسويتها إذن كين هناك مشكل حقيقي واش عنده طبيعة نفسية واش طبيعة ثقفية واش ما انتقنا من ضعف التقاء إلى عدام التقاء ليس في الحكومة فقط ولكن عدام التقاء حتى في الذات يعني ناس ثلث ثلث ثم الكلفة الكلفة ليس فقط من ناحية المالية ومن حقنا أن نطرح لأنه هذا ما داش فقال المالية مصادر تمويل منين غادي تجي ويا كلفة عالية ولكن من ناحية البداؤ وجية ومن ناحية تأثرها على صورة والمجتمع وكذا أصبح يحتج في الشارع كل أسبوع واليوم إذا سألت الأطفال تلاميذ ما هي المهنة التي تريد أن تكون عليها غدا آخر مهنة يمكن يفكر فيها هي الرجل التالي في حين أنه في السابق كان أستد شنو بغي تقول لي أستد لأنه أستد يرموز إلى مكان اجتماعي محترم يرموز إلى العلم إلى التقافة إلى لكن الآن أصبح تواحد ما بغي رجل التعليم هذا هذا التحول في صورة رجل التعليم كلفة رياله غالية بل التحول حتى في مكانة المدرسة العمومية أنا أذكر وكان عندنا كنت في البرلمان كنت كانت رأس اللجنة للتعليم تعرض علينا واحد مرة وحتى تقرير الذي يفيد بأن هناك عودة إلى المدرسة العمومية من المدارس القطاع الخاص الآن العكس الآن العكس يعني الناس عدد كبير ليكي إذن كيف سامحنا وكيف سامح هذا كاؤن الجماعي بأن نديروا هذا الشيط ليبرز لماذا تراجعت صورة النقابة ومسؤولية الدولة والحكومة أم هناك أيضا أخطاء ارتكبتها النقابة في لحظات تاريخية معينة أو كذا لابد من هذا لأننا أؤمن بدور النقابة هي اللي ستكون عند التمثيل لأن هي اللي عند الطابع المؤسساتي المستمر هي اللي عند المسؤول هاد تعبيرات الفجائية اللحظيات الضرفية البراغماتية المؤقتات المادية اللي عندها ما من درجة شف إطار واحد الإصلاح شامل للتعليم ويبرصها ربما ما وعيش به ومحسش به ومحسش بالحلقة التي تمتلوها في هذا المصار لليل الإصلاح رغم الدول التمن دياله كامل ولذلك هاد القضية ديال مسؤولية الدولة ومسؤولية النقابة فيما يتعلق بي صورة المدرسة العمومية وصورة رجل التعليم أعتقد بأنها تطرح علينا بإلحاح أتش اللي عندي منقول شكرا أستاذ سارة شكرا جزيلا شكرا سيبيلال على هذا صراحة المدخل اللي عطتنا بزاف ديال نقاط اللي ما كانت غيبة علينا وخاح لمتتبعين يوميا لما يقع في الاحتجاجات ولكن بعض المرات تحليل المختصين يكون أكثر أكثر دقة أنا بالنسبة لي هوش اليوم كان عيش على الأقل من 2011 أزمة الوساطة ولا أزمة تدبير الملفات المجتمعية بكل أبعادها من طرف كل فاعلين بما فيه الدولة الفاعلين السياسيين النقابيين المدنيين إلى غير ذلك لحقا من 2011 اليوم كان وحد العنوان عريض هو أن كان الديناميات المجتمعية والاحتجاجات وكان عجز دي المؤسسات التقليدية والمؤسسات الكلاسيكية التي كانت تاريخيا في طليعات هذه التحولات وهذا التغيير وهذه الأزمة المنسبة لي قد تعطي على الأقل وحد ربعات العنوان وربعات الملاحظات إلى عشنا غير الاحتجاجات دي المن 2011 اليوم باختلاف وتنوعها لأن الاحتجاجات التي عشنا لم يكن دائما احتجاجات وطنية عامة بعد المرات كانت احتجاجات فئوية قطاعية جهوية محلية ترابية جغرافية كل مرة كنا نعيش وحد من نوع دي الاحتجاجات وكانت تأخذ المدة ديالها الزمن يرى الاحتجاجات ديالتعليم مثلا 3 شهور الريف 6 شهور جرادة عشت 1-4-5 شهور دبافي قيقرة عرفتي منها لحد الآن في الأعلى الماء إذن ماشي احتجاجات سهلة ديال الناس كتخرج وكترجع وصفي أغلق الملف الملاحظة الأولى هو أنه على قد ما كان الرغبة في الاحتجاج والتمرد على كل ما هو قائم لأن هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف هي شموية هي الشكل ديال التمرد على عدم القدرة على هاد الصياغ كلها الكلاسيكية والتاريخية والتقليدية على أنها تنتج التغيير هاد شارج كتخرج الاحتجاج بسكو سافي ساتيوغي تش يفاعل بقادر على أنه يزيد القدام ويحلنا هاد الصياغ أو هاد النساق المغلق دون كتخرج هذه الاحتجاجات ولكن هذه الاحتجاجات على قدم ما كتخرج متمردة في صياغتها مبديعة كتعطي خطاب جديد أشكال جديدة ولكن كتخلق واحد من نوع ديال القطيعة الغير صحية يعني مني كتخرج هذه الاحتجاجات على قدم القوة ديالها في الضغط وخلق موازي القيوة كانت خلق ميزان قوة 2016-2017 مع حراك الريف خلق ميزان قوة يعني كل مرة كتقلب هذك الميزان وكتخلق الضغط ولكن يكون واحد من نوع ديال القطيعة بحل المؤسسات التقليدية ما بغش تعامل مع هذه الاحتجاجات والاحتجاجات ما بغش تعامل مع هاد المؤسسات التقليدية وهذا بنسبة لي مهم جدا أنا نفهم ونعرف علاش علاش مني كنتمردوا على كل ما هو قائم وش هذة البنيات التقليدية غير قادرة على استيعاب هذة الاحتجاجات وغير قادرة على التعامل معها حتى التعامل معها وعلى أنها تكون في المنطقة ديالها أولى الاحتجاجات تعتبرها جزء من ناسق السياسي ومن نظام السياسي وثالي بحالها بحال الدولة بحال قاعد الفاعلين بنسبة ليهم حاجة واحدة الملاحظة التانية هو أن حتى المؤسسات في المقابل تدير شوش العمليات تدير العمليات الأولية عملية الاحتواء لا يجيب الله التسير حيث تلقى واحد من منطقة التخوين والوصم من طرف الاحتجاجات تريد تدير منطقة الوصاية إما تكونوا معنا إما نحن الذين نفهمو ونحن عشنا هذا في وقت 2011 ونحن صغير لا يفهمو ونحن صغير ونحن يهضر مع القصر يهضر مع المالك يهضر ونحن منطقة الوصاية ونحن تنفهمو لدينا الشرعية التاريخية ودينا التجربة ودينا هذا يمكن أن نسعبو وهذا يجعلها خارج في النشاز أحيانا المسألة الثالثة هو الشرعية والمشروعية التمثيلية لدينا مشكلة في الصراحة من يمثل من منطقة تمثيلية ما هو العدد صناديق الاقتراع وذكرها أستاذ الأشعار في الأول أزمة الديمقراطية التمثيلية بعد ذلك ما هو المثل ومثل هذا الشكل الذي يبدأ الانتخابات ومثل ما هو المثل في المنطقة ما هو المثل ومثل نهائيا ما لدي بعلاقة هذه الأزمة التمثيلية يحتوي مفترض أن لا ترد شيء في صناديق الاقتراع ومثل ما هو المغربة التي صوت على أخنو ومثل هذي في اليوم تطرح لنا بزاف ويلي تعطينا هذه الأزمة الوساطة حيث الوساطة في نهاية العمر وذكرها الأساس إذا قبل أن يجب تكون لديهم مصداقية يجب يكون بالصح كمثل هذه الشريحة التي يتوسط من أجلها كل يوم التي لديهم مصداقية أو أن لديهم الثيقة لكي يجب هذه الوساطة وهنا يعطينا بعض المرات الوساطة تختاروا من الفوق بعد مرات رأينا الوساطة في المغرب تقدير بعد مرات الوساطة في بزاف الميل فتش ولكن نحس أن الوساطة تقلب على الشرعية من النظام السياسي كثير منها من هذوك الناس التي تدفع لهم أو لو حتو إذا اختاروا هذوك الناس التي تدفع لهم فإن تدفع الوساطة يعني تحاول أنها تقلب على في حين أن الوساطة يخلق الكيليبر يعني سنعرف الوساطة التفاوض سنعرف كين الوساطة التي تدفع لي ولكن في نفس الوقت كان كرامة للمواطنين حتى لم يكن يدفع اليوم حتى هذو الوساطة التي لديه اليوم مصداقية وقدر يخلق هذه المصداقية وقدر يخلق هذه التقاء بالحفاظ على هذه التوازن ملاحظة الأخيرة هو مدى استيعاب نسق السياسي الوساطة الدمقراطية والنسق السياسي اليوم الذي نعيش المنغالق والقمع والاضطهاد والحصار والاعتقال والذي كامل وقدر النسق السياسي مستعد على أن يتقبل الوساطة الدمقراطية حيث الوساطة الدمقراطية بنية على الحوار على حرية التعبير على قنوات مؤسساتية حيث لماذا مع المؤسسات وتقوية المؤسسات حيث كان أبنو بالصحب أن بدون مؤسسات قوية دمقراطية تغير ممكن يجي بلاسة أخرى يعني تحتش في الشارع تخلق ميزان قوة تدير الضغط هذا ولكن في الأخر يجب مؤسسات قوية التي تضع المشروع السياسي والمجتمعي على طاولة الحوار ودفع بكل ووضوح ونسق السياسي المغربي اليوم قادر على أن يستوعب هذه الواسطات الديمقراطية وأنه يخلق هذه التوازنات في الأخير يبن على أن الإشكالات الديمقراطية وهذه في أدبية اليسار هي إشكالات منها مرتبط بالنسق السياسي الديمقراطي وأيضا بالديمقراطيات الداخلية للمنظيمات التي نعيش اليوم ونقابات والأحزاب السياسية ونحس المجتمع المداني التي نعرف اليوم وهي حقيقة تعطي مثالا الديمقراطية والحوار ويستطيع تساهم في خلق هذا الديمقراطي وأخيرا نظن على أنه عندنا مشكلة لفهم الأدوار الوظائف وذكرها أستاذ تاليدي وهذه بالنسبة هي المحدد في السياق الذي نعيش اليوم وأن تشي واحد لا يبقى فهم اليوم ما هو الدور وما هو الوظيفة وقد نقطعه عندنا الرغبة للتخوين والعزل للناس والهجوم على الآخر التي لم تفق معه يعني تحقير الاستراتيجيات النضالية حيث النقابة تكون الحيث يكون والحتيجات تكون والصحفيين خاصة يكون والمدوينين خاصة يكون والمؤثر هذي الناس كلهم خاصة يكون غير واش كنقدروا القاو هذي في الكنديكتور بين هذه هذه التغيير ولا كنقدروا في الرفض باش كل واحد يبنز ما أنه هو اللي قيد معارك ديال التغيير شكرا سيلماتي أول أهني أستاذ بلال على البحث الميداني وكذلك متابعة وتحليل سياسي واجتماعي للحركة التعليمي وأريد أن أضع عندي سؤالين فقط بسيطين وكيف تفاجأت قيادة يعني يمكن نسميها قيادة وطنية للتنسيقيات بينما هي ناتجة عن قواعيد ولديها ارتباط يومي بالقواعيد عبر القيادة الجيهوية والإقليمية هل ذلك لسبب سياسي أو في الحقيقة لم تكن مبغة ربما لها قبول يعني القواعيد بمقترحات الوزارة خصوصاً أن مقترحات الوزارة كانت جدية على الأقل كلاميين وذهبت في اتجاه المطالب السؤال الثاني هو مع الأسف لم تشير لذلك هو ما ما صر الموقفين وهنا عندي واحد الملاحظة تدخل الذي قال أنه يتأسف على أن التنسيقيات لم تريد مأسستها نفسها والدخول في المجال التمثلي إلى آخر ولكن أنا لم تباغيتني هذه القضية ولما أتفاجأ بها لأن كل حركات العفوية في المغرب شفناها في حراك الريف كيف حاولت دولة أن في النقاش معهم مثلا الوالي والعميل إلى آخر يقول لهم شوفوا مع الأحزاب والمنتخبين وجئوا معهم وتفاوضوا وإلى آخر ولكن كان رفض مئة في المئة لماذا لأن أولا هذا يعني هو بحل تحليل عفوية للتاريخ السياسي المغربي عبر تدبير الأزمات منذ الاستقلال إلى الآن لأن في الغالي إدماج النخب يتم نخب مثلا هذه النخبات التنسيقيات أو نخبات اليسار مثلا في التسعينات أو النخبات السياسية في 2011 إلى آخر يتم على أساس إدماج أولا التمثيل الاجتماعي يعني الأشخاص ومصالح الأشخاص والمصالح الفئوية مشي إدماج ديال المطاليب وديال الحراك الاجتماعي ككل إلى آخر وهذا يدير الخوف من كل ما هو تمتيل من كل ما هو تسييس من كل ما هو يعني مأسسة لمطالب اجتماعية ما شفنا هذا في حراكات سواء نجرادة أو في الريف شنا في حراكات حشيجية سابقة بتدائيا من الستينات وكي ظهر هنا يعني لأنني كان يهتم بالتاريخ السياسي كي ظهر بأن الدولة في المغرب تخرج أو تدبر الأزمات بطريقتين دائما يكونوا في صالح أو في صالح الاستقرار إذا شيتم بالمعنى يعني بالمعنى الرسمي الاستقرار وإما أنها تدمج النخبة وتقتل مشروعيتها رأينا هدف مثلا مع حكومة التنوود وكيف يعني نتائج اتحاد الاشتراك مثلا بدأت كاف من قص نتائج انتخابية والشعبية وإلى خير شفنا هذا مع PGD ولكن نعطي أمثلة معروفة أما هي كيف بزافت شيء كيف بزافت أفرد سبعين سنة الأخيرة لتاريخ المغرب أو حوالي سبعين سنة إما تدخل لك النخبة وقد ادمجها كأشخاص أحيانا كفئات ولكن لا تحقق المطالب لأن إذا حقق المطالب سيقوم المشروعية لأن هذه المطالب رجل معي يعني جزء كبير من المغربة آمنوا بها وآمنوا بهذه القيادة وسندوها ودفعوا الأمام إلى آخره هذا خطير على المخزن لأن المشروعية النظام يعني الممكن نسمي وسلطاوي هو أنه مخش تكون مشروعية خصنا الإدماج يكون فئوي وشخصي ومخباوي وإما أنه كيتم يعني هذه طريقة ديال تدبير هو إدماج إذا بغيت تقوله البرسونيل البرسونيل بوليتيك ولا سوسيال لسيمبول إلى آخره ولكن ما تتحقق ما تتحقق المطالب ديال القواعد لأن هدي يعد عنده وكان عده مشروعية ديال الدفاع عن الحق وذلك وغادي يعد عده مشروعية ديال العمال والممارسة وديال النتائج وهذه خطيرة على مشروعية النظام السياسي لا نقول الدولة لأن الدولار المعارضين تم جزء من الدولة وإما كيكون بالتهميش في حالة إذا كانت قيادة قدر صعب الإدماج ديالها كيف يدير كيتحقق المطالب أو بعد المطالب ولكن هذو كيتم القيادة أو النخبة أو مثلا الحراكين الأخير هما إما كيتشدوا في الحبس إما تشهر الديني الإعلامي كيف يزفزاف ما تم جابوا لي هذه القضية ديال الصالة بينما قالوا لي في الدين وذلك الشيء والدعاية اللي دارت فيما في هذا الشيء اللي خرجت وزارة الأوقاف وتصريحات الوزر الأوقاف إلى آخر بأنهم هذا اعتداء على الحرم الدين إلى آخر بينما الخيطاب هو اللي كان سياسي الخطبة كان سياسي وكان فيها هجوم على الحراك وعلى ناس الريف وذكشي وصب وقذف إلى آخر إلى آخر إذن إما كيتشدوا إما كيتشدوا النخضاء وما كيتشدوا المطالب وما كيتشدوا القواعيد وإما العكس التهميش هذا الشيء شناه في 79 مثلا كيفاش يعني في نفس الوقت اللي يعني توقفوا تماما كذلك مسؤولين النقابيين يعني عشرات ربما المئات المئات توقفوا في 79 من الصحة ومن التعليم خصوصا من التعليم ولكن في نفس الوقت في نفس السنة كيتعين النقابي معروف ومعروف بأنه هو المعطيب ومعروف كيتعين في نفس السنة معين رئيس حكم وفي عتانيش النبحة المثال الحراك سياسي ديال أواخير ستينات بداية السبعينات اللي كان دخل في ذات الحراك ديال متى انتحاد الوطني لطبط المغرب كان أقوى تنظيم طلابي في فريقيا وفي العالم العربي وكان واحد مطالب ليسياسية في الأخر قاع ولات إيديولوجيا واضحة إلى آخر الديمقراطية وللتطورة وإلى آخر وكان عتاني محاولة نقيلة برا كانت وحدة في 69 كان في 71 كان في 72 كان موليب وعزلت 73 وما قال الحسن الثاني ولكن كان مطالبا وكان غضب وطني وقومي العلاقة مع إسرائيل والصحراء لا يطالب بها المغرب هذه الساعة المغرب الحسن الثاني لم يكن تتمونه نهائيا وخصصا بداية من العملية الإيكوفيون لأنه يرى بأن هذا سيقوى الوطنية المستقلة على الملكية إذن كان بشوية يستطيع الحركة الوطنية إلى آخر وقع في 66 في هذه اللجنة الرابعة وقع في سيدي فابا وقع لهم لم نطالب في هذه المنطقة إلى آخر في اللجنة الرابعة ووضوح وكي أنه يقدر الوحد يرجع ولكن في 72 16 يوم من بعد محاولة انقلاب ثانية حسن الثاني قال أنه ستوزع الأراضي على الفلاحين إذن قلت أنه ستوزع الأراضي وقومي ومطالب اجتماعية قوية وفعلا كان ستوزع الأراضي على الفلاحين الفقراء هي من بين العمليات السياسية الوحيدة التي فعلا الخطاب يوافق الواقع فعلا مئات حوالي 340 أذ هكتار من الأراضي الجيدة وزعت فعلا على الفلاحين الفقراء يعني ما كان شفية هذا حل مثلا نكون وقعت الآن غادي نوخب هم اللي غادي يأخذوها بطريقة أو أخرى لأنه كان هذا بحل إدماج برنامج المعارضة ولكن في وقت المحاكمات تبقى تتحمل بالإعدام ومحاكمات المراكش إلى آخره إذا هذي إما أنت تجلب العطف الشعب إلى آخره بتحقيق أنه طلب المعارضة ولكن المعارضة لم تدخل لحكم أو بطريقة أو حتى نحتم اللي كان برنامان برنامان يعني حسب شهادات عديدة أو حسب بعض الوطائق اتحاد الشراكي كان يمكن غدي حصل على حوالي 80 ما بين 75 و 80 أعطاهم 15 في انتخابات 1977 هذي متان شهادات سميته الحبابي ولكن كانت شهادات أخرى التي تشف الاتجاه بما فيها شهادات من داخل الوزارة الداخلية إذن كالضعف إذن ما تدمجوش حقيقة لأنه كتقول هذي غادي غادي إرسال الجيش في 73 بينما السنوات التي قبل اختصر سوف نقول هذه قضية التدبير التي تكتيكية تشوف ما كان وهذا الذي يدرون معها الموقفين هما الآن ضربوا القيادة موقفين إذن لا يبقى شك وذلك الناس كيف يزعم لك حراك آخر شكرا شكرا سوف نعمل ملاحظة بمعطي كلمة لسي علي هو أن إحنا كان ربما خدينا الحركة للتعليم وهو ربما ماشي مثال جيد باش نهدر على إزمة الوساطة لأن الحراك كما لاحظنا أعمل واحد الضغط كبير ونقبات عملت ضغط من جانبها وكان حوار وصلنا المكتسبات بحل اللي شار الأخ الأيدي أن الحركة ديال الريف كان فيه الاحتجاج قوي كان فيه غياب الوسطات ولكن كان فيه عودة الدولة إلى الاعتراف بأزمة الحكامة لأدت إلى حركة الريف لذلك في الواقع احنا ربما سنتبه كذلك لأن هذه الاحتجاجات العفوية مشابهة للاحتجاجات العفوية التي تحدث في الديمقراطية الغربية لأنها في الواقع هي ماشي تيارات anti-system هي بالعكس هي تيارات موازية للتيارات المؤسسية أو الإطارات المؤسسية متفاعلة معها أحيانا تتناقض معها أحيانا تتقطار معها ولكن هي ماشي ماشي تيارات anti-system وشيء اللي تنتأكد منه من هات جريبة واللي شرل هسي تريدي وأنه في نهاية المطاف يعني هاد الاحتجاجات ما كتعبرش على على هاد نزعة شعباوية أو بل فيها كتير من البراجماتية لأنها تحاول باش تضاعف الضغط اللي موجود على المسؤولين للحصول على أكبر ما يمكن من المكتسبات ولهذا السؤال لكيفية حل الأزمة الغسطاء اللي تنسميها التقليديين وهذا على كل حال يصطلاح عفوي في الواقع تفكير في الأزمة ديال الوسطاء المؤسسي علاش كين أزمة في هذا الوسطاء وهذا اللي ما ما كانش في المناقش ربما رجعوا له لأنه النقابات حتى الآن كانت عندها فعالية في عدد من الملفات الاخرية ولكن كنحسو بالأزمة ديالها في الوسطاء وهذا الأزمة هي أزمة تاريخية ديال النقابات لأن ما ننسوش بأن النقابات في المغرب عندها في الأدعين ديالها واحد الارتباط تقريبا تام ومطلق مع الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية النقابات نحن نشوفها بواحد طريقة كاريكاتورية النقابات اليوم كتعكس كذلك للنهيار ديال الأحزاب عندما تغرق الأحزاب تغرق مع النقابات اللي كانت تتابعة لها أو في ارتباط مباشر مع واش ما خصناش في إطار تفكير في الديمقراطية اللي أدرت هلها أو السياق الديمقراطي اللي نحن نضع نحن 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 نتكلم على استقلالية النقابات اليوم وكيف يمكن إعادة بنائها على أساس مختلف تماما من السياق اللي تبنت فيه في السنوات السابقة الاتحاد المغربي الشول كونفيدرالية الديمقراطية الشول الفيدرالية الديمقراطية الشول النقابات عفوا النقابات واشمشين الضروري الآن إعادة التفكير في النقابات على ضوء تحولات الاجتماعية اللي تعرفها المغرب وعلى ضوء هذه المستجدات اللي كتظهر في الاحتجاجات العفوية لأن بحل يقال عمر الحياني لا يعقل أن يكون في قلب المجتمع تيارات بهذه القوة وعندها فعالية لأنها قدرها تتغلب ميزا القوة لصالح النقابات أيضا كيفاش تكون هذه التيارات ما تكونش مؤسسة ما تكونش ما 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 كان أزمة ثقة بكل تأكيد وكان أزمة مصداقية بكل تأكيد كيفاش يمكن نعيد النظر في هذا الوضع العام من الوساطات المؤسسية الكلمة العالية قبل ما ندوز سي يونس أنا سيوس أنا بعجالة دوري وأتنشكر سي التاليدي على العرض ديالو مهم جدا قيم أنا يبدو لي أن في هذه الحلقة هذه الإحتجاجات فيها مؤشرات لإشكال التعبئة في المستقبل وتستحق التحليل المؤاينة بحيدتها والتحليل المركز وكان نظن بحل قلسي محمد أن للنقابة والأحزاب يمكن يوجدوا في هذا التحليل الأجوبة على المشاكين التي يعينوا منها إلا الناس لم يجد السياق التقليدية للوساطة معنى أنك هناك كان في الوساطة لم تستوعب ولا تحتضن هذه الأشكال وهذا تفكير مهم جدا بالنسبة النقابة أنا بغيت نضيف جوج لقات لك تسأل الدولة من منظور الدولة الأولى هي تفعيل الوظيفة الاستشارية شنو الدور ديال الوظيفة الاستشارية في مجال التعليم ما معنى ما هو دور المجلس الأعلى هل في التركيبة ديالو في صلاحية ديالو اليوم هذا المجلس الأعلى قد يحتضن حوار من هذا النوع لانفرض أنه يحتضنه ممكن يكون لدينا مؤسسة دوستورية من هذا الحجم وكين حراك وكين الاحتجاج في الشارع على هذا شكل هو ما بحلي لا من كين إشكال حقيقي وش لا هذه الجنو وزارية هذه مسؤولية سياسية ديال الحكومة طبعا كين ولكين من غير الحكومة هذه مؤسسة مستقلة ومؤسسة عند تركيبة تمتيلية مفروض أن الكل يكون حاضرة فيها خاص تفكير على الوظيفة الاستشارية في قطعات أخرى ولكن في قطعات تالية شنو الدور دياله مجلس باش يقوم بالأدوار دياله ويقدر على الأقل مش يحتوي ما نقول لش يحتوي على الأقل يضطر نقاش وجزء من نقاش بحيويته في محطة معينة ومحطة قبلية هذه الوظيفة الأولى الوظيفة الثانية هي الوظيفة تنفيذية هذا الهتجاج كي سأل الوظيفة تنفيذية للحكومة والقدرة ديالها ليس فقط لبلورة إصلاح وجيه محكم للتعليم اليوم وغدا مصداقية الحكومة لن تقاس فقط عن وجهة الإصلاح وش الإصلاح إذا بيخطيناه وش قد لا بل على القدرة على تمريره أولا وحين نقول القدرة على تمريره في مجال التعليم بالخصوص معينة أن هناك تحكيمات لا مناصب منها تحكيمات مالية لأن تشعب المشاكل والحجم والإمكانيات التي تتوفر لهذا القطاع لا يمكن أن تدار في إصلاح طويل فبالتالي باش تكون عندك المصداقية تمرر إصلاح في هذا المجال معنى أنه عندك مواصفات مواصفات ديال الحكومة من ناحية السياسية والأخلاقية التي ستعطيك الصلاحية باش تزسد الصالح العام وتقدر تفاوض وتنقش وتفردوها لأنه يقصل الوقت كالوقت الحسم ووقت القرار السياسي هي القرار والقرار في هذا المجال لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف لا بد أن يكون أطراف راضية أو أطراف ما راضي فبالتالي المصداقية ديالك كتستمد دامنين ماشي بانتخاب ديالك فقط انتخاب فات كتستمد بالمصداقية ديالك تستمد دا القدرة ديالك على تبرير اسم الإصلاح كتستمد من المواصفات ديالك كحكومة وحنا في جو أخلاقي ملوت وفي جو اقتصادي وضرفية اقتصادية صعبة جدا فبالتالي الناس يشوفو الناس الذين قدروا إضراب يشوفو الناس يشوفو الاخلاف سياسة والمال وزواج المال وسياسة ويقولوا الحكومة قد قلنا أنا نحطي أخر هذه أنا أقدر أنه هو الجواب على لماذا ترحتي الصحة ميت لماذا يقولوا وخزدهم يستمرون يقولوا يزيدوا ويجيبوا الفلوس من شباح الأخر فهذا مشكل خطير بالنسبة الدولة بالنسبة الدولة بالنسبة القدرة على تجسيد تجسيد الصالح العام هذا إشكال مهم جدا شكرا شكرا إخوان أعزاء كما اتفقنا في أول لقاء تمهيدي اللي عملنا باش نحضروا لهذا اللقاء كنا اتفقنا باش نطلب من جوج دي الإخوان واحد من مؤسسة مؤسسية اللي بغينا نقوله هي النقابة نقابة الوطنية التعليم واحد من تنسقيات للأسف أخلي من تنسقيات باب الله تل يوم معتدر على المشاركة لأنه مرض يعني هذا هو الاعتدار الذي يقدم وأنا كان شكرا يونس لأنه بالرغم من سفروا ووصولوا متأخرا صباح هذا اليوم جاي يشاركنا هذا اللقاء وينورنا بتجربة دي الميدانية كبسؤول عن مقابة الوطنية التعليم من من ضوية تحت لواء الكنفدرالي الديمقاطية للشغل شكرا لأستاذ الأشعاري وشكرا للمؤسسة عبد الرحيم معبيد على الدعوة وأنا سعيد في الواقع جدا التواجد في مقر المؤسسة وبين هذه النخبة من الأساتذة وكنشكرا كذلك لأستاذ بيلال على العرض الذي كان في الواقع عرض متمييز يعني موجز وضقيق ولامس في الواقع مجمل القضايا والملامح هذا الموضوع للتنسيقيات لأشياء كثيرة نحاول في عشرات تقايق أولا ننسوا أننا كنتكلموا على قطاع التعليم قطاع التعليم بالتاريخ للأزمات التي عاش قطاع التعليم منذ 65 79 80 عاش عدة أزمات والتي دائما مرتبطة بطبيعة الإصلاحات ومضامي الإصلاحات والتي كانت تعقوبها دائما احتجاجات اجتماعية في بعض الأحيان عند شغيلة تعليمية وفي بعض الأحيان أخرى تكون مجتمعية في المجتمع ككل وطبعا هذا التاريخ للإصلاحات الفاشلة كان دائما مرتبط بإرادة سياسية للدولة والتي أعطينا النتيجة التي نرى اليوم للتصنيف للتعليم في المغرب لا بالمقاييس للتعليم العمومي في المغرب وصنى الوضع لأنه تعليم بسرعات مختلفة كما اسمتها الأممية للتربية في الدراسة التي تحول التعليم في المغرب كيف أنه لأنه تعليم بسرعات مختلفة الخلاصة القول هو الشعار الذي أعطيه النظام التعليمي في المغرب طبعا العنصر البشري أهم عنصر أي مشروع الإصلاح نتكلمه عن النساء ورجال تعليم وكانت تكلمه عن القيمة الاعتبارية للنساء ورجال تعليم وكذلك دورهم التاريخي ليس فقط من داخل المدرسة ولكن في الموج سامع بشكل عام وكيف كانوا في طليعة كل الحركات سياسية نقابية دائما نساء ورجال تعليم كانوا بتدخبين قوسين ممكن تسمعهم المتقاف العضوي الذي ينشر الواعي الذي يقود الاحتيجاجات لفاعد أساسي في كل مجالات العمل المدني والسياسي ما ننسوش كذلك أنه كانت تكلمه على نساء ورجال تعليم اللي آخر مكتسبة تحصل عليها كانت سنة 2003 2003 كان آخر نظام أساسي اللي بدأ فيه الحوار يعني في عهد حكومة التناوب واللي في عهد حكومة التناوب كانت ترقية سيتنائية اللي يعني مع مرهام تكرات الاجتماعي من بعد التظهور الكبير اللي عرفو هذا الوضع الاعتباري والوضع المادي دي النساء ورجال التعليم والمفارقة أنه في 2003 لما نظام الأساسي تأسيت أكبر تنسيقية أنا دا يعني في تاريخ هو التنسيقية دي الأساسي دي الإعدادي أنا كنذكر أنه في الإعداديات كانوا الناس يشدوا الصف باش ياخذوا البطاقة دي التنسيقية اللي بعد تحولت إلى نقابة وتأسيت كذلك نقابة أخرى في التعليم امتدائي ولكن بعد 3-4 سنوات اختفوا هاد النقابات من الوجود ما بقعوش بقى النقاش حول النظام الأساسي منذ 2012 يعني 2003 نظام أساسي بدأوا المشاكل كيبانو بدأوا تراكم جموعة من مطالب الفئوية وبدأوا كده هروا عندنا نسيقية أخرى دي المطالب الفئوية 2012 كان منامح دي النظام الأساسي جديد بالأسف سمر في النقاش منذ 2012 إلى 2014 ولكن الدولة كانت بغد دي النظام أساسي بصفر دي رهان لهذا لم يخرج هاد النظام الأساسي الوجود وبقى المطلب دائما هو أنه إلى اليوم كانت نتكلم على 20 سنة ترك مطالب متعددة ترك مشاكل كثيرة لأصل الوضع الذي نعيش به كذلك من نسوش أنه بطداء من 2016 دولة غيرات النظام دي التوضيف يعني دي لغوك حتما ولنا أمام شي حاجة اسمية التعاقد وهالتعاقد اليوم كانت تكلم على 140 ألف دي الجا الجديد للنساء والرجال التالي من الجامعة جعلوا القسم كان فيهم المدووس لم يكن خلق موات الانفرمات ويقرسوا في القسم كدرس تلامد هذا هو التغيير من المدر ويطمو أعطينا واحدة من أكبر تنسيقيات في القطاع التالي من هي تنسيقية السيدة مفرية لانتعاقد واللي في 2019 دارت إضراب اللي دام تهديد 2019 ويصد في نهاية المطاف إلى تهديد المجاري السيدبيا الاخري وانتهى الإضراب ثم دارت حركة أخرى واللي كانت جديدة مرة ما دارت في المغرب هي مقاطعة النقاط ويقوموا في تونس ويقوموا ويقوموا ولكن في المغرب كان أول مرة مقاطعة النقاط لم يدخلوا النقاط للمعثار وكان عرفوا بالنسبة للتلامد مدخل سيرتوا بالنسبة للتلامد في باكالوريا وهذا رمس ألا صعبة حتى هذه الحركة تهد في نهاية المطاف بمجالس ديبيا وبالمطلب أننا هنا في كل مشكل في المجالس ديبيا لكي الناس يرجعوا تنسيقيات ليست شيء جديد لدينا في المغرب في المغرب لكي نتكلم عن تنسيقيات من التي رجعت إلى التاريخ للتنسيقيات والمقالات التي كتبعت وغير ومن تصف تمارينة تنسيقيات مجموعة من القطاعات ولكن أشهر وقت تخصيك الحديد ومبعد تعليم الصحة كذلك بقوة في كندا كذلك في منتصف 90 يعني الدار كونغري ديال النقابة ديال الأكبر نقابة في كندا كانت الأدبية ديال وكل مبني على السؤال كيف نجاوز هذا الوضع كيف نبني حركة نقابية جديدة لتجرب على الإشكالات اللي متروحة اليوم أمريكا في ديال ديال زويت هذا النقابة للتاقيس يعني هذا القوة اللي رجعوا بها الهدب ديال على النقاش اللي يفتحوا حول ما الذي وقع وهذا هو السؤال اللي طرحي نحن اليوم ما الذي وقع كيف ممكن تعطاه مع هدش اللي وقع لأن ممكن تقول بأن هو وراغ غير هدا كين شي حاجة وقين تحول ونات كبيرة وقع في المجسل بشكل عام وأكيد كذلك داخل الشغلة التعليمية خصنا قرأتها قراءة عميقة أسئلة اللي طرح الأستاذ هام الدين ديال وهذا سؤال أكيد خصنا نطرحوها شنون اللي ديكلو هاد الهتجاج كان كان الحوار في ابتداء من 2021 مع تنصيب الحكومة تعينات الحكومة 6 أكتوب من سمينة بدأ الحوار مع وزياء التربية الوطنية من قبل من 2016 ونحن في الاحتجاج من أجل أنه نتحاور حول النظام أساسي فبدأ الحوار مع وزياء التربية الوطنية من كنقبائي لا تفعل بشكل إيجاب وتن خارط حوار يعني من 2020 ونحن كان نشغل وقعنا الاتفاق الأول 18 يناير 2022 اللي ما تنفذ منه ولا حرف 18 يناير وصلنا الاتفاق 14 يناير اللي حطينا فيه المبادئ النظام الأساسي وبدأنا العمال وكانت لجنة تقنية الغريب في هذا كله ولي نطرح علامات استفهام حول ما الذي وقحت داخل أصحاب القرار لأنه اللجنة تقنية اشتغلت على النظام الأساسي وصلنا النسخة لدينا نسخة النظام الأساسي متوافق حوله مع الوزارة فإذا به نهار 20 سبتمبر كانت جينا واحد النسخة لا علاقة بذلك شي تذكرنا فيه طيلة سلوة اللجنة تشتغل ونعطيكم غير لأنه في نهاية المطاف هو الطابلو للتعويضات كيف أنه تجيب زيادة في الأجور المديرين المفتشين والأساسي والأساسي الذي يخدم الهوما وحد 265 ميل تقول لهم 0 ديغة لكن الناس تحتاج جميع يجبون هذا النظام الأساسي جميع يجبون هذا الحوار كله ما هو المعنى دياله علا جميع الحوار مكنتي في نهاية المطاف ستجيب نظام أساسي جميع من ولي جميع ما يصوب هذا كله يترح إشكال حول الحوار في المغرب الحوار بنفسه هذا الحوار الاجتماعي الذي نفعله أبريل 2022 لم يكن تنفيد و 18 ينر لم يكن تنفيد و اتفاقات سابقة منذ 26 أبريل 2011 ما زال حد الساعة لا تنفذج معناها يترح إشكال مؤسسة الحوار هذا يترح الإحتجاجات طبيعية وعادية ونحن دعنا موقف 20 سبتمبر جابنا المشروع وقال 27 سبتمبر كان قادا خرجنا بيان ونقول بأن هذا النظام الأساسي لا علاقة للنبي وليس نحن صوبنا صوبته شي جيه الله أعلم كان الحراك خرج 5 أكتاب غبدا والإحتجاجات ولكن خسنا نوضع هذا الحراك كله والتنسقيات في سياقها أولا سياق عام كيفما جاء في تقديم الأستاذ العشعالي كان لدينا أزمة الدموقراطية التمتيلية ليس في المغرب في العالم كله كان أزمة الدموقراطية التمتيلية في فرنسا لستيلو غوج التعليم لستيلو أقوات نساقية اليوم مؤتيرة في فرنسا لستيلو روج لجي لجي لجموعة التنساقية ممكن نعطيها أمثلة متعددة في دول المتعددة وفي المغرب عنا أزمة مضاعفة عنا هذه الأزمة الدموقراطية التمتيلية وعنا هذا الإشكال كبير لأن الناس كانت تصوت على حزب وحزب ولكن السياسات هي نفسها سياسات عابرة للحكومات للاختيارات الكبرى وبالتالي الناس تقول ما المعنى التصويت ومعنى صندوق الاختراع ما هو المعنى الحزب الذي يقدمني برنامج ما هو المعنى النقابة التي تعبر على مطالب وتتوقع حوار وتتوقع اتفاق وهذا الاتفاق لا يدار من نواله عنا إشكال الدموقراطية يتمشي لأنه مضاعف عنا في المغرب مرتبط بالسبداد بالأشياء التي تكلمت عنها كل كلكم أزمة الثقة اليوم أزمة الثقة أنا كنت أذكر في هذه الجنادية النموذج الدموعية عندما قلسنا معها كان سيب نوسى هو الرئيس ديال قال كل الكلمة المفتاح في اللقاءات كلها ونبقى الثقة في المؤسسات الرسمية وكذلك في المؤسسات المجتمعية كلها لم يكن أزمة فقط النقابة أزمة النقابة أزمة الحزب أزمة المجتمع المدني وما زال المجتمع المدني أنا تربط الشعلة والمواهيب وأكساتغا ثم وأنا كان أختلف معكم على مسألة الوساطة أنا بالنسبة لأن النقابة الحزب سبب الوساطة أنا بالنسبة لها تعبير المفروض أن هذه تعبيرات سياسية واجتماعية تعبير عن المجتمع وتعبيرات مدنية إلى آخر تعبير عن المجتمع إذا لا تبقى هذه المؤسسات تعبير عن المجتمع فأكيد أن المجتمع سيبحث عن أشكال جديدة للتعبير لأن في نهاية المطاف هذه المؤسسات ترى مؤسسات تشتغل في واحد النصق أنا أقول أنهم نجمعهم جلس وطاني ونطلعوا للجبل هذه النقابة أعطوني نقابة توريادز في تاريخ في العالم لم يكن أنا النقابة كنحتاج كنضير مطالب لكن أنا أخرى مهمة وذكرها أحد الإخوان أنا قبل أن كنت تفاوض قبل من الحراك وليس بعد الحراك كان تفاوض والناس خرج الشريع سقف المطالب في طاولة المفاوضات كان أعلى قوة المركزي التفاوضي وموقعي التفاوضي أصبح أقوى ونحن كنا نقول للناس قبل خرجوه احتجوه قلنا معارك كنقابة كانت الاستجابة كالقول المناظرين ديان بعض نساء ورجال التعليم لم يكن الاستجابة واسعة السؤال لماذا هذا السؤال لأن اليوم ضيغ ما غير التعليم في المغرب بشكل عام بدأت خف العالم أو نضان القرب نضان القرب اليوم تخرج الناس في عرفة عن الماء لا تستطيع الناس في المغرب كل عن الماء ولكن الناس يتعلم أنهم لديك الساعة مشكلة لما التنسيقيات قوتها وهذا اليوم حامل شهادة عند الشهادة المستر يترقى بها يخرج على المطلب الترقية بالمستر يحتاج مدير الأذراب لا تقول لي أن نخرج حول الميل في المطلبي فيه نقطة كذا نقطة أول سؤال يطرح علينا على لماذا هذا المطلب لا تديره على هو الخامس أو السادس أو خمستاش خاص المطلب يكون هو الأول بمعنى أن اليوم هذه المسألة هي النضال القرب حول القضايا التي لديها علاقة مباشرة إما جغرافيا خارجين نحتاج على هذا البطو لا يوجد في الحي نخرج ونحتاج ولكن حول الديمقراطية في البلاد حول حقوق الإنسان حول ندرسة العمومية حول الشعارات الكبرى لم تعد معبئة وبالتالي هنا سؤال كيف هذا لنحن فلاصة ذات واحد وقت فكرنا في هذا جبهات اجتماعية أنا منصق جبهات اجتماعية قلنا كيف تلقى ديك نقطة التنفصل ما بين النقابات كحركات اجتماعية جيل الأول وما بين الجيل الثاني الحركات الاجتماعية الجديدة وما بين كل فاعلين أحزاب سياسية اليسار فاعلين اللي غير منتامين ما ما كيشتاغوا لكن عندهم تأثيرا كيف تلقى هذا التنفصل ما بين هذه الديناميات كلها وكيف أنه نجمع النضال الفئاوي مع المجال الجغرافي وكل حول الأرض الاجتماعية واحدة مطلبنا في نهاية المطاف واحد هذا المعبئ اليوم هو النضال هو القضايا اللي هو الانديفيدواليزم ما يمكنش نساوبة أنه اليوم لدينا الفردانية في المجتمعات كلها اليوم الهوية الجملة أن النقابة تبنى على هوية جماعية على واحد الأساس للتضامة الفردانية قتلت شي حاجة اسمتها التضامة وان قتلت شي حاجة اسمتها هوية جماعية وليت ميك خوكو بوغاتيزم ميش تلق ميك هالتجارب هذه ولي أكيد نتعطي معا ونفكر كيف نمكن أن نجاوز ها ثم كذلك في خطابنا في الإعلام ومشكلة ومشكلة في الدولة ومشكلة في النقابات ومشكلة في الأحزاب مشكلة في النقابات وفي الأحزاب مشكلة في بعض الإعلاميين اللي باقي يكتبوا عندهم رأي ومشكلة ومشكلة في الدولة ومشكلة لأن الخطاب يجب أن أولاد واحد واحد ومشكلة المشهد السياسي ومشكلة النقابي وكيف أنه تمتل المواطن حول الفاعل السياسي في السبعينات والثمانينات ليس اليوم رجل السياسي تمتل عند المواطن ومشكلة بغي شفر بغي يدير لعباس هذا تمتل تصنع وبتالي دائما كانت معركتنا كذلك معركة إديولوجية للتنزيل الوعي ديال هذه معركة خسرناها ولكن عندما لا يمكن عاود ونرجع وهنا يبنى الدور كذلك ديال المتقاف وديال الفاعل المدني في هذه المعركة كذلك ديال الوعي التنسقيات تكلم الأستاذ بلال على التعبئة حول مطلب الفئوي هذه مسألة أساسية والتنظيم هذا الشكل التنظيم ليس جديد يعني ناركو سينديكاليزم هو هذا التنظيم لناركو سينديكاليزم هو هذا بحداث رئيه وأنه مؤسسة تعليمية الناس فيها كلهم يصوت وهذا المنسق يهز تصويت ويضيه من المؤسسة لك المنسق الأقليمي ومنسق الأقليمي يدين الوطاني ويجعل كلهم في الواتساب ولكن أنا سينديكاليزم يحصل إلى هذا أنه وقت والذي تزور الناس يجدل تصويت ويجعل تصويت ويجعل أنا كقيادة هذا الشكل التنظيم يعني أنه يجعل تصويت أن الناس من 26 يبالي على المطالب تحق أنا كقيادة كان أجندة سياسية ويجعل كذلك كان يروج الخطاب أنه النقابات النقابات يعني كان هذا هو هذا الشكل التنظيمي يعني في كل التجارب التي تزد عبر التاريخ بانت المحدودية دياله أساسي يجب أن نأخذ منه بعض الدروس يجب أن نستفد منه ولكن بانت ثم البراغمات ونفعية تكلمتي عليها وكان كذلك وسائل التواصل الجسمائي للعباء الدور كبير يعني الغازو السوسوي الفرق ما بين 2003 الحراك الذي وقع في 2003 مورا النظام الأساسي يستطيع أكبر من هذا لم يكن لديه الصدى لأنه لم يكن لغازو السوسوي لغازو السوسوي لعبو دور كبير في التعبئة هذه ثم التعبئة لقد رأيت آخر مسيرة هنا بالنشير الوطني والوطن المالك التنسيقيات ليست كلها بحال بحال ثم التنسيقيات كان فيها حضور نقابي قوي جدا أنا نقول لك واحدة من التنسيقيات الكبرى على الأقل من نحن في السيداتي لدينا الإحصاء 70% من السيقين كانوا من السيداتي 70% لأن أنا في السيداتي لا يجب أن نزهدك لمطلب الفئاوي هو أنا بالنسبة لي ثانيا هم وصلوا في نهاية المطاف لهذا الشيء لأن ما وقع تنسيقيات فئاوي تجمعه وماذا في نهاية المطاف بحال ما قاب يعني عندك مير في مطلابي المطالي بديل تنسيقيات كلها مالك تنقوصية رجل ببنج هدا 100% وهدا 100% وهدا وقع تنقوصية داخل التنسيقية لما كانت هذه الرغبة لأن هنا وصلوا المياه في المياه كل مطالي وهي عمليات لا يمكن أنت كمفاوض نقابي تنقوصية لما تستطيع كل المنط هذا المياه الوصول إلى 50% هذا 70% هذا لا يجب أن نرد الجميع فالنسيقية هذا عمليات التفاوض لا يجب ثم موضوع المدرسة العمومية في هذا كله وش كان حاضر وش كان حاضر فعلا أو لا لأن أكبر رابح في هذه التروة موالداز وغطة الخاص وصل الوقت ساتوري يمشي الآباء يدي أولادهم من غطة الخاص يقول لي لا يبقى لدي لدي ساتوري أو في عامين هذه كانت أكثر كانت الهجرة عكسية من الخاص وغطة أزمة الكوفيد وي لذلك بعد اليوم نجرى في الآخر الخلاصة من العمل بالنسبة لي الموكلة في أن بالنسبة للنقابات يجب نستخلص دروس من مواقع يجب نقرأ موضوع يبني يبدأ على مجد و النقابة التي تمثل لأن أقوى مشاركة انتخابية في المهن في قطاع التعليم 60% الذين شاركوا في الانتخاب لم يكن في قطاع آخر و انتخابات التعليم لم يكن منتصف في مدارس خاوية مدارس من مدارس من سوط 60% نسبة المشاركة والذي غريب الأغرب و من بعد هذا كله في هذه الأيام كان إقبال كبير العمل النقابي هذا الحراك من ما أفرزه اليوم وهذا ليس فقط في المغرب طاغ 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 هذا الحراك من ما أفرزه مدارس يقبال كبير على النقابات لكن بالنسبة لي نحن غير اليوم و جاء و نتصل بالإخوان كتاب الأقاليم و نسؤول هذا كان يقبال كبير على العمل النقابي الغلي سوف نتخلص الدروس سوف ندخل من الموضال النقابات يعني نقابات نحن نقابات التي نحن يدليجي لك الموضال ديال ينغو بخزن تسيب لأنه للأسف هذا الموضال القنقيني من الدروس التي نحن من هو كيف الإشراك كيف أن الناس تشارك في سياغة المنف النقابية تشارك في اتخاذ القرار تشارك في كل ما صار ديال النقابة وما تبقى لك الأجهزة النقابة البير قراطية النقابية هي اللي كتس هذا كل اللقاش اللي حضر عندنا كان نقابة كان جموعة قضايا في الواقع اللي كان ممكن تفعل معها ولكن نظرا لنضيق الوقت فكنشكركم جميع عن تهياتي ونسفت في الواقع من هذا اللقاء أكثر ما ممكن نفيد شكرا شكرا لنسفت 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 شكرا لنسفت 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 شكرا شكرا